اشتركوا في القناة او سداد القروض بطريقة الاقصاط المتساوية من الاصل والفوائد معنا في الصف الثاني درسنا موضوع استهلاك القروض او سداد القروض كلمة استهلاك هي سداد وشفنا القروض لما تكون انت واخد قرد في اكتر من طريقة لسداد هذا القرد في الصف الثاني كان موضوعات الفايدة البسيطة وتعاملنا مع القروض في موضوعات الفايدة البسيطة النهاردة وفي الصف الثالث وبفايدة مركبة عاوزين نتعامل مع سداد القروض بفايدة مركبة اتفاقنا مع بعض في الصف الثاني وبنأكد كلامنا في الصف الثالث ان اي موضوع استهلاك قروض او سداد قروض بقول انه جملة القرد بتسوي جملة الاقصاط تاني مع بعض سداد القروض او استهلاك القروض لازم اقول انه جملة القرد بيسوي جملة الاقصاط تحس انها كفة ميزان الكفة اليمين جملة القرد بقى الكفة اليسار جملة الاقصاط طيب انا عايز اشوف ازاي اجيب اه القصط بدلالة جملة القرد وجملة الاقصاط تعالوا مع بعض كده نشوف اول طريقة هنتكلم فيها النهاردة اللي هي طريقة القصط المتساوي طريقة القصط المتساوي من الاصل والفايد معا انا بقول ان جملة القرد هتساوي جملة الاقصاط سامع طالب بقول لي تابدل القرد مبلغ واحد وجملة مبلغ واحد يبقى اقول له القرد في مستخرج الجدول الاول اما القصط يعتبر دفعات يبقى اقول له القصط في جملة الدفعات اللي هو الجدول التالت اذا لما اجي اشوف جملة القرد وجملة الاقصاط بالطريقة اللي حتك بتقول عليها دي كده انا عايز مين انا عايز القصط تعالوا نخرج القصط برا يبقى في الحالة دي هتقول لي ان القرد في مستخرج جدول واحد على مستخرج جدول ثلاثة ده كلام جميل جدا طب ايه رأيك بها تفك الكلام ده لما اقول لك مستخرج جدول واحد على طول انت قلتلي واحد واعين من مية كس نون على مستخرج جدول ثلاثة مستخرج جدول ثلاثة اللي هو كان واحد واعين من مية كس نون ناقص واحد على عين من مية طب مقام المقام بسط يبقى احنا هنضرب فوق في عين من مية يبقى ده الشكل النهائي بتعقيمة القصد يبقى القصد بيساوي القرد في واحد وعين من مية والسنون في عين من مية على واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد طب احنا هنعمل ايه كده هناخد الشكل دهو زي ما هو كده اللي احنا لسه عاملينه ده احنا اتفقنا مع بعض ان القص هيساوي القرض في واحد وعين من مية السنون في عين من مية على واحد وعين من مية السنون ناقص واحد طيب ايه رأيك لو شلنا الجزء ده وعملنا له رمز رياضي بالشكل ده كده بقول له واحد على دال نون بمعدل عين يبقى كده انا قلت ان القص بيساوي القرض في واحد على دال نون بمعدل عين وبالمناسبة دي كتلة واحدة كده جزء واحد مع بعضيها ما تقوليش بسط ومقام لأ هي جزء واحد اسمه مستخرج جدول اربعة يبقى انا قلت كده ان القص بيساوي القرض في واحد على دال نون بمعدل عين او تقدر تقولي ان القص بيساوي القرض في مستخرج جدول اربعة يبقى القص بيساوي القرض في كشف او مستخرج جدول كام اربعة ده كده اه بداية حلقتنا واحنا بنتكلم على موضوع ازاي اجيب القص اه لو بما يكون عندي قرض وعايز استهلك هذا القرض او اسدد هذا القرض بطريقة الاقصاط المتساوية من الاصل والفوائد معنا ممكن نشوف تمرين يوضح لنا الدنيا دي كلها بطريقة بسيطة وجميلة لما يقولي اقترض تاجر مئة الف جنيه او اقترض تاجر عشر تلاف جنيه ايا كان قرض عندي قرض اهو القرض بتاعنا عشر تلاف جنيه على ان يسددها على عشر اقصاط سنوية يبقى يدفع قص كل سنة يبقى عشر اقصاط سنوية متساوية من الاصل والفوائد معا بفايدة معدلها تسعة في المية طالب عندي مطلوبين سهلين جدا اول مطلوب عاوز القص المتساوي اول مطلوب عاوز ايه القص المتساوي وتاني مطلوب عاوز مجموع الفوائد لسه هنقولها مع بعض بس عايزين نبدأ الاول نجيب القص المتساوي دايما ببص في التمرين وشوف هل عدد الاقصاط موجود في الجدول المالية وهل المعدل الفايدة المركبة اللي معايا موجود في الجدول المالية لو موجود في الجدول المالية عدد الاقصاط ومعدل الفايدة المركبة دايما اقولك استخدم الجدول المالية اسهل ليك انا عارف ان في طرق تانية زي القالة الحزبة هنشوفها دلوقتي مع بعض ولكن لو المعدل موجود في الجدول المالية وعدد الاقصاط موجودة في الجدول المالية الاسهل ليك ان تستخرج مستخرج الجدول الرابع وتضربه في كمت القرد هتلاقي نفسك جبت قيمة القص المتساوي بمنتهى السهولة ودي طريقة سهلة وبسيطة ومختصرة يبقى انا اول حاجة ببص في التمرين اشوف هو عاوز ايه قال لي عاوز القصط اولي طيب انت عاوز القصط معايا القرد بدور على المعدل وعلى عدد الاقصاط هشوف لو المعدل موجود في الجدول المالية عدد الاقصاط موجود في الجدول المالية اذا هجيب كشفة او مستخرج الجدول الرابع وابتدي اتعامل واجيب القصط المتساوي نرجع للتمرين بتاعنا تاني بقول لي اقترض اتاجر 10,000 جنيه اقترض تاجر عشر تلاف جنيه على أن يسددها على عشرة أقصاد سنوية طب العشرة دي موجودة في الجداول المالية من الأصل والفوايد معني بفائدة مركبة معدلها تسعة في المية سنوية وكمان المعدل ده موجود في الجداول المالية عاوز مني ايه عاوز من حضرتك القصة المتساوي وعاوز مجموع الفوايد التي تحملها المدينة طب أفكرك تاني القصة المتساوي بيساوي ايه القصة المتساوي بيساوي القرد في مستخرج جدوى الاربعة اللي هو واحد على ده النوم بمعدل عين طيب عايز طالب شاطر كده معايا يبتدي يكتب واحدة واحدة يقول لي حضرتك قلت ان القصة مجهول احنا عاوزين القصة عاوزين القصة طيب القرد بتاعنا او الالف زي ما انت عاوز تسميه بتاعنا كده ونفكر بعض بالقانون الناس الشاطرة اللي قاعدة معنا من اول الحلقة حفزت القانون قال لي القصة بيساوي القرد فيه مستخرج جدوى الاربعة عندي كام قال لي عند عشرة تحت تسعة في المية وما تنساش ده مستخرج جدوى الاربعة كلام جميل جدا تقدر تقول لي القرد كان كام طبعا القرد كان عشر تلاف فيه تعالى مع بعض كده نجيب مستخرج جدوى الاربعة طلع الكتاب المدرسي او الجدوى المالية اللي معاك وهات مستخرج جدوى الاربعة تحت تسعة في المية قدام عشر سنوات يطلع علامة واحد خمسة خمسة تمانية اتنين سفر سفر تمانية كده تقدر تضرب قيمة المستخرج في قيمة القرد اللي عندك على طول يطلع الف خمسمية تمانية وخمسين علامة اتنين اللي انت جبته ده ايه جبت القص جبت القص المتساوي طب كان طالب كمان مطلوب كان طالب مجموع الفوائد على طول اقول له ان مجموع الفوائد بتاعتنا مجموع الفوائد بتاعتنا نحسبها ازاي اقول له عشان اقدر اجيب مجموع الفوائد اقول له لازم نعرف ان في حاجة اسمها مجموع الاقصاط بطرح منها القرد الاصلي يديني مجموع الفوائد يبقى انا محتاج اجيب حاجة اسمها مجموع الاقصاط مجموع الاقصاط ده بيتساوي ايه القص في عدد الاقصاط طيب كلام كويس جدا القص مش احنا لسه جايبينه قلتلي بكام بألف خمسمية تمانية وخمسين واتنين من عشرة في عدد الاقصاد عشرة يطلع الكلام ده بخمستاشر الف خمسمية اتنين وتمانين اللي طلع ده مجموعة الاقصاد اقول له اقدر اجيب مجموعة الفوائد ازاي بيساوي مجموعة الاقصاد اللي انا لسه جايبها دي ناقص القرد الاصل يديني مجموعة الفوائد طب مجموعة الاقصاد كان بخمستاشر الف خمسمية اتنين وتمانين والقرد الاصلي كان عشر تلاف هنترح مجموعة الاقصاد ناقص القرد الاصلي يطلع خمس تلاف خمسمية اتنين وتمانين يبقى كده انت جبت القصل ومجموعة الاقصاد ومجموعة الفوائد لما ترجع تاني للتمرين بتاعك نشوفه وكان طالب ايه اقول له اول حاجة نقرأ التمرين بهدوء تاني بنقول له اقترض تاجر 10 تلاف جنيه على ان يسددها على عشرة اقصاد سنوية متساوية من الاصل والفوائد معنا بفايدة مركبة معدلها كان قلت لي 9% على طول ابتدت اتعامل مع التمرين حطيت المعطيات قدامي والمطلوب انا ما عايز الاصل معايا القرد معايا المعدل معايا عدد الاقصاد الاصل بيساوي ايه بيساوي القرد في واحد على دال نون بمعدل عين لو مستخرج جدول اربعة حاول تفرق بين مستخرج جدول اربعة ومستخرج جدول تلاتة مستخرج جدول تلاتة جيم نون بمعدل عين مستخرج جدول اربعة واحد على دال نون بمعدل عين ولسه ان شاء الله فيه مستحرة جدوى الخمسة وهنشوفه مع بعض جبت القصة دربت عشر تلاف مستحرة جدوى الاربعة اداني 1558 واثنين من عشرة عايز اجيب مجموع الاقصاد قلتلي مجموع الاقصاد ده مش طالبه في التمرين برافو عليك هو في التمرين كان طالب مجموع الفوائد في التمرين كان طالب ايه مجموع الفوائد التي تحملها المدين امبال انت ليه جبت مجموع الاقصاد قلتليك لان مجموع الفوائد بيساوي مجموع الاقصاد ناقص القرد يبقى مجموع الاقصاد طه في نون ده ربط القصة اللي عندي اللي انا جبته في عدد الاقصاد اداني مجموع الاقصاد اخد مجموع الاقصاد ده اطرح منه القرد الاصلي العشر تلاف يديني مجموع الفوائد ده كان تمرين سهل جدا على طريقة ايجاد القص المتساوي لما يطلب مني القصل المتساوي في طريقة استلاك القرود من الأصل والفوائد معنا أو بطريقة استلاك القرود من الأصل والفوائد معنا خلي بالك ممكن النون أو العين ما تبقاش موجودة وارد وممكن كمان يبقى المعدل غير سنوي وارد فلازم حضرتك تركز كويس جدا في منطوق المسألة كل معطى موجود معك في المسألة بيدلك على طريقة الحل يعني مثلا لو قال لي قرد يستهلك بأقصاط نصف سنوية خد بالك قرد يستهلك بأقصاط نصف سنوية متساوية من الأصل والفوائد معنا على مدى عشر سنوات بفايدة مركبة معدلها سبعة في المية بس هنا سبعة في المية ايه برافو عليك قال لي كل ست شهور سبعة في المية كل ست شهور قيمة القصط المتساوي معنا بثلاث تلاف سبعمية خمسة وسبعين علامة تنين وسبعين من مية اوجد أصل القرد خد بالك كويس من التمرين ده نقرأ التمرين تاني ونشوف ايه اللي مجهول بيقول لي قرد يستهلك بأقصاط نصف سنوية متساوية من الأصل والفوائد معنا على مدى عشر سنوات بفايدة مركبة معدلها سبعة في المية كل ست شهور قيمة القصط بتاع القرد ده كان تلاث تلاف سبعمية خمسة وسبعين واثنين وسبعين من مية اوجد أصل القرد طيب في التمرين ده احنا ملاحظين ايه ملاحظ ان المعدل غير سنوي ملاحظ ان المعدل عندي غير سنوي يعني هنا فيه مرات اضافة المعدل غير سنوي يعني فيه مرات اضافة مرات الاضافة كم مرة هنا حاضرك بتقول لي كل ست شهور يبقى ست شهور جات كم مرة في السنة جات مرتين مرات الاضافة هنا جات كم مرة مرتين يبقى هنا وحدات الزمن 10 في 2 هيبقى معاه 20 است هيبقى معاه ايه 20 است لاحظ انه مالكش عشر اقصاط ده قالك عشر سنوات ناخد بلنا من الجزئ ايه دي كويس هنا قال ايه كارد يستهلك باقصات نصف سنوية متساوية من الاصر والفوائد معنا على مدى عشر سنوات بفايدة مركبة معدلها سبعة في المية كل ستة شهور نلاحظ ما قالش عدد اقصات وكمان ادى معدل غير سنوي نبص بقى مع بعض على التمرين ده براحتنا كده مع بعض تبتقول لي ايه مستر بقولك كارد يستهلك على باقصات نصف سنوية متساوية ما قلت لكش الكارد كام يبقى اول ملحوظة خاتبالي منها ان القارد بتاعنا مجهول القارد هنا مجهول ده كلام كويس جدا وبعدين وبعدين المعدل اللي عندي كان سبعة في المية كل ستة شهور معدل غير سنوي على طول اجيب مرات الاضافة اتناشر اللي هي شهور السنة على شهور المعدل ستة قلت لي مرتين قلت لي كام مرتين اجيب وحدات الزمن عندي النون بتساوي المرتين اللي انا نسا امطلقهم في السنوات اللي عندي عشرة يبقى دول عشرين قصف يبقى دول كام عشرين قصف طيب انا كده عدلت في المسألة طبعا عدلت عشان اقدر اجيب عدد الاقصاط السليم لان المعدل كان غير سنوي طب خد بالك معايا اول حاجة عايزين نقولها ده كان مديني القصف جاهز برافو عليك كان القصف بثلاث تلاف سبعمية خمسة وسبعين واثنين وسبعين من مية انا عاوز ايه هنا انا عاوز القرد انا هنا في التمرين ده حضرتك طالب القرد طب مش انت تفكرني كده وتقول لي ان القصف كان بيساوي القرد في مستخرج جدول اربعة يبقى انا قلت القصف بيساوي القرد في مستخرج جدول اربعة امام عشرين وحدة زمن واسفل المعدل سبعة في المية بس هنا اللي مجهول مين قلت لي القرد برافو عليك برافو عليك تعالها القصف اللي هو مدولك كان تلات تلاف سبعمية خمسة وسبعين واثنين وسبعين من مية ده القصف القرد للأسف مش معايا القرد اهو فيه طلع المستخرج كده معايا تحت سبعة في المية امام عشرين وحدة زمن هتلاقي كان مديلك علامة سفر تسعة احنا في جدول اربعة يا شباب احنا في جدول اربعة علامة سفر تسعة اربعة تلاتة تسعة اتنين كده مين اللي مجهول معاك قلت لي الالف اللي مجهول كده بمنتهى البساطة تقدر تقول لي ان الالف بيساوي القصف تلات تلاف سبعمية خمسة وسبعين واثنين وسبعين من مية على قيمة المستخرج علامة سفر تسعة اربعة تلاتة تسعة اتنين تقدر بمنتهى البساطة تقسم بالالة الحزبة بتاعتك يطلع القرد كان اربعين الف جنيه يبقى دي قيمة القرد اللي حضرتك كنت عاوز يبقى هنا ممكن يطلب منك القص وممكن يدي لك القص ويغيب القرد او يغيب المعدل او يغيب عدد الاقصاط او المدة بالسنوات اخوط بالك التمارين اللي معاك كلها تمارين سهلة ان شاء الله الباب كله من الابواب الجميلة الشيقة اللي انت بتتعامل فيه مع شيء بيحب الفهم والاستيعاب وده انت دايما الطالب يحب المسائل اللي فيها فهم وطبعا منهج الرياضة والاحصى من المناهج الشيقة جدا اللي بتعتمد على الفهم والاستيعاب يبقى احنا كده ادينا تمرين طلب مني القص المتساوي وعرفت ان القص المتساوي بيساوي القرد في مستخرج جدول اربعة والتمرين التاني ادي ل القص تجهز والمعدل والسنوات ومعدل غير سنة وطلب مني القرد وعرفت ان القرد بيساوي القص على المستخرج معايا القص ومعايا المستخرج بجيب القص على المستخرج يديني القرد دي طريقة سهلة جدا وقدرنا نحصل بها على القرد طيب عندي كمان ممكن يطلب مني المعدل لو اداني القص والقرد وعدد الاقصات واللي انا عاوز معدل الفايدة المركبة اللي كان في التمرين يعني هنا مين اللي مجهول عندك هيكون مجهول عندك المعدل وخد بالك من التمرين دي لان التمرين دي سهلة وموجودة في الكتاب المدرسي تمرين محلولة وتمرين غير محلولة وموجودة في امتحانات سابقة خد بالك ازاي اجيب المعدل او ازاي اجيب القرد على طول بتكتب القانون الاساسي وتتعامل مع القانون واحدة واحدة بتوصل للمطلوب بتاعك يعني أنا عندي تمرين اهو بيقول لنا صلفة بيقول لي كلمة صلفة وبالمناسبة كلمة صلفة هي هي كلمة قرد يبقى دي اول حاجة عايزين نقولها مع بعض كلمة صلفة هي هي كلمة قرد يبقى لما يقول لي صلفة اعرف ان صلفة هي القرد يعني كان ممكن يقول قرد او يقدر يقول صلفة صلفة خمسين الف جنيه تسدد بأقصاط ربع سنوية خد بالك قالك أقصاط ربع سنوية متساوية من الأصل والفوائد معا على مدى خمس سنوات وقيمة القصر بتاعنا كانت 3843 و81 من 100 جنيه اوجد معدل الفائدة الربع سنوي خد بالك كويس من التمرين دمعاية نقرأ التمرين تاني سلفة على طول سامع الطلاب قالوا يعني كرد كلمة سلفة ما تتخضش منها خالص هو بيقول لي كلمة سلفة اللي هي كلمة ايه كرد نفس التمرين اللي احنا حلناه بس استبدل كلمة كرد بكلمة سلفة سلفة خمسين الف جنيه تسدد بأقصاط ربع سنوية متساوية من الأصل والفوائد معا على مدى خمس سنوات قيمة القصر بتاعنا 3843 و81 من مية اوجد معدل الفائدة المركبة الربع سنوي تعالوا مع بعض كده نطلع معطيات التمرين زي ما هتعودنا مع بعض ونشوف ايه المعطى وايه ايه المجهول ساعتك قلتلي سلفة وانا حولتها الكلمة كرد اللي هي رمزها الف يبقى كلمة سلفة هي كرد هي الف ومديني الكرد او السلفة او الف بكام بخمسين الف جنيه تسدد على اقصاط ربع سنوية متساوية من الأصل والفوائد معا على مدى خمس سنوات خد بالك هنا النون خمس سنوات بس قال لي انها اقصاط ربع سنوية خدت بالك من كلمة ربع يبقى لازم تضرب النون فاربعة يبقى خمسة فاربعة بكام بعشرين كده انا معايا عدد الاقصاط كده انا معايا عدد الاقصاط عشرين قص طيب بعد كده هنعمل ايه بمنتهى البساطة هسألك سؤال فين المعدل قلتلي المعدل مش موجود بس انا عرفت ان هو ربع سنوية طيب ادي لك كمت القص ايوة ادي لك كمت القص جاهزة بتلات تلاف تمنمية تلاتة واربعين وواحد وثمانين من مية كل الكلام اللي كتبنا ذا موجود في التمرين سلفة خمسين الف اهي تسدد باقصات ربع سنوية من الاصل والفائد معنا على مدى خمس دي خمس سنوات بس سنة لما ضربت في اربعة عشان اجيب عدد الاقصات ما انت بتسدد اربع اقصات في السنة يبقى اربع اقصات في السنة في خمس سنوات يبقى معاك عشرين قص ومديك القص تقمت بتلات تلاف تمنمية تلاتة واربعين وده واحد وثمانين من مية انا عاوز ايه عاوز المعدل اذا القانون بتاعك لما كنا بنقوله القص بيساوي القرد في مستخرج جدوى الاربعة الناس الشاطرة اللي كانت مركزة معانا من اول الحلقة كنا بنقول القص بيساوي القرد في مستخرج جدوى الاربعة تاني كنا بنقول القص بيساوي القرد في مستخرج جدوى الاربعة طيب انا هنا معايا القص ومعايا القرد يبقى مشكلتي موجودة فين في الجزء بتاع المستخرج يبقى اقوله المستخرج بيساوي القص على القرد اقوله ايه المستخرج بيساوي القص على القرد او مستخرج جدوى الاربعة بيساوي قيمة القص على قيمة القرد والناتج اللي هيطلع دهو نبحث به فين برافو عليك في الجدول الرابع هنلاقي ناتج في الجدول الرابع يبقى هو ده المعدل اللي عندنا في الجدول الرابع تعالوا نشوف مع بعض هنحلها ازاي جبت المعتاد بتاقي التمرينة هي قال لي احنا اتفقنا مع بعض ان القص بيساوي القرد فيه مستخرج جدول الرابع مش كده ولا ايه طيب تعالوا مشير الجزء بتاع المستخرج ده نخرجه هو برا المستخرج ده عند عشين قصر بس بمعدل ما نعرفوش اهو المعدل ده احنا ما نعرفوش كلام كويس جدا وبعدين هتقول لي بقى بيساوي قمت القص على قيمة السلفة او القرد طيب قمت القص بتلات تلاف تمنمية تلاتة واربعين واحد وتمانين من مية على قيمة السلفة او القرد كانت خمسين الف جنيه يلا يا بطل امسك الالة الحزبة وقسم تلات تلاف تمنمية تاتة واربعين واحد وتمانين من مية على خمسين الف يطلع معاك علامة صفر سبعة علامة صفر سبعة ستة تمانية سبعة ستة اتنين خد بالك من الرقم اللي طلع معاك ده الرقم ده عبارة عن ايه الرقم ده عبارة عن مستخرج جدول اربعة او كشف جدول اربعة اقول له بالبحث في جدول اربعة امام عشرين وحدة زمن عن الرقم اللي هو علامة صفر سبعة ستة تمانية سبعة ستة اتنين نلقى ان الكلام ده موجود تحت معدل كام قال ان الكلام ده موجود تحت معدل اربعة ونص في المية يبقى ازا انا لقيت الكلام ده موجود تحت معدل اربعة ونصف في المية اقوله بمنتهى البساطة اذا المعدل بيساوي اربعة ونصف في المية كل ربع سنة ما تنساش ان كان اقصط ربع سنوية والمعدل ربع سنوي يبقى ده كان حل التمرين بطريقة سهلة جدا وبطريقة منظمة بتطلع الموجود في التمرين معاك ايه اللي كان موجود معاك انت لي كان موجود معايا القص المتساوي وكان موجود معايا كمان القرد او السلفة واخد بالك معايا كويس اوي 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 ان احنا اتأكدنا او اكدنا مع بعض ان كلمة قرد هي كلمة سلفة يبقى لما يقولك سلفة او قرد الكلمتين متراضفتين او نفس المعنى كلمة قرد هي كلمة سلفة لما يقولي قرد او سلفة هم هم عاوز مني ايه عاوز مني معدل طيب المعدل بتاعي ده موجود في الجزء بتاع المستخرج لان القانون بتاعك بيقول ايه القص بيساوي القص بيساوي القرد في مستخرج جدوى الاربعة يبقى لما تطلب معدل او تطلب عدد اقصاط يبقى لازم تاخد الجزء بتاع المستخرج ده تخليه بره وتقسم القص على القرد او على السلفة وكان في التمرين اللي فات طالب المعدل الربع سنة وقدنا نحل التمرين بطريقة سهلة وبسيطة ركز كويس في التمرين بتاعك ودايما دايما تقرأ التمرين كويس تطلع المعطيات تطلع المجهول من التمرين تقرأ المطلوب كويس خطوات حلك بتفرق كتير معاك وان شاء الله ان شاء الله تجيب النمر انها ايه عندي كمان تمرين على اه مديني القص المتساوي مديني السلفة او القرد وطلب مني عدد الاقصاط يبقى لما نشوف مع بعض تمرين زي ده كده على الشاشة بيقولي قرد عشرين الف جنيه قرد قرد عشرين الف جنيه سيادتك اديتني القرد ده كلام كويس جدا القرد بكام بعشرين الف جنيه يسدد بطريقة الاقصاط المتساوية من الاصل والفوائد معنا بفائدة مركبة معدلها خمسة في المية كل اربع شهور قيمة القص التلت سنوي خد بالك قال ايه قال قيمة القص السلس سنوي قيمة القص السلس سنوي يعني كده خد بالك كويس ان في قص تلت سنوي يعني ايه يعني القص بيتدفع تلت مرات في السنة يبقى القص ده تلت سنوي يعني بيتدفع تلت مرات في السنة في التمرين اللي فات كان قص ربع سنوي يعني بيتدفع اربع مرات في السنة قيمة القص السلس سنوي 1710.29 من 100 جنيه اوجد عدد الاقصاط والمدة بالسنوات سامع طالب بيقول لي مش هي هي عدد الاقصاط هي المدة بالسنوات هي هي لو كان القص يدفع سنويا يبقى عدد الاقصاد بتسوي عدد السنوات يعني لو القص ده بيتدفع سنويا اذا عدد الاقصاد يسوي عدد السنوات اما لو القص يدفع كل ربع سنة يبقى هنا عدد الاقصاد غير عدد السنوات القص يدفع كل تلت سنة يبقى هنا عدد الاقصاد غير عدد السنوات ركز في الجزئية دي كويس لان فيه ناس كتير بتخلط بين عدد السنوات وعدد الاقصاط عموما امشي مع التمرين بتاعك على عدد الاقصاط وبعدين في اخر التمرين هنعرف ازاي نجيب عدد السنوات التمرين تاني بيقول ايه قرد 20 الف جنيه مدي لك القرد او السلفة جاهز يبقى انت كده مش محتاج تحسب القرد يسدد بطريقة الاقصاط المتساوية من الاصل والفوائد معا بمعدل فايدة مركبة 5% كل اربع شهور 5% كل اربع شهور او 5% تلت سنوي هي هي قيمة الاستس التلت سنوي 1710 اوجد عدد الاقصاط والمدة بالسنوات طيب تعالوا نطلع مع التمرين ده مع بعض قرد 20 الف جنيه او اللي يبقى كده القرد بتاعي الالف بكام بعشرين الف القرد بكام بعشرين الف جنيه ومديني الاست جاهز بالف سبعمية وعشرة وتسعة وعشرين بس خد بالك انه لمداني معدل قال لي 5% كل اربع شهور يبقى لو انت عايز تجيب مرات الاضافة الميم بتساوي اتناشر على شهور المعدل اربعة يعني تلت مرات هنحتاجها دلوقتي لا هنحتاجها في اخر التمرين بس انا حسبتها لك عشان تبقى جاهزة معاني طيب انا عاوز ايه افتكر دايما ان قانون القصة بيساوي ايه القصة بيساوي القرد في مستخرج جدول اربع طيب انا عاوز ايه عاوز عدد الاقصاط يبقى هات الجزء بتاع المستخرج ده كله برة بس انا معايا المعدل اهو خمسة في المية وجوه اقول له القصة على السلفة او القرد طيب مش انا معايا قيمة القصة برافو عليك قيمة القصة عندي بكام بالف سبعمية وعشرة وتسعة وعشرين من مية قيمة السلفة او القرد قلتلي عشرين الف ايه سم معايا كده الالف سبعمية وعشرة علامة تسعة وعشرين على العشرين الف يطلع معاك علامة صفر تمانية خمسة خمسة اربعة ستة كده انت معاك كشف جدول اربعة اقول له بالبحث في جدول اربعة اسفل معدل خمسة في المية عن الرقم ده نلقى على طول ان النون نلاقيه موجود قدام عدد تمنتاشر يبقى النون بكام بطمنتاشر اسفل خد بالك انت كده جبت النون بكام بطمنتاشر اسفل النون هنا عدد الاقصاط النون هنا ايه عدد الاقصاط طب انا كده جبت المطلوب الاول يبقى دية كانت عدد الاقصاط طب كان في مطلوب تاني في التمرين ده كان طالب مني عدد الاقصاط والمدة بالسنوات اهو افتكر كده معايا التمرين اوجد عدد الاقصاط والمدة بالسنوات احنا جبنا عدد الاقصاط 18 طب المدة بالسنوات اجيبها ازاي فاكر لما جبنا مرات الاضافة تمام كانت طلعت كام 12 على الاربعة فيها التلاتة اقسم عدد الاقصاط على مرات الاضافة على الميم يبقى النون على الميم او عدد الاقصاط على الميم عدد الاقصاط 18 على الميم تلاتة يبقى اقوله المدة بالسنوات بتساوي التمنتاشر قص دهم على التلات مرات يطلع المدة بالسنوات ست سنوات يطلع المدة بالسنوات كام؟ ست سنوات يبقى احنا كده قدرنا نجيب عدد الاقصاد وقدرنا نجيب المدة بالسنوات ركز معايا تاني كان طالب مطلوبين كان عاوز عدد الاقصاد اللي هو النون جبت له النون بكام؟ بطمنتاشر قص وكان عاوز المدة بالسنوات اسمت الطمنتاشر على مرات الاضافة اللي كانت موجودة معنا يبقى طمنتاشر على التلاتة فيها الست سنوات ده كان تمرين مهم جدا من تمارين سداد او استهلاك القروض ان ممكن يطلب منك القص المتساوي وفي الحالة دي هيدليك السلفة او القرض وهيدليك المعدل وهيدليك عدد الاقصاد او ممكن يشيل حاجة من اللي هو كان بيدهالك دهيت ويطلب حاجة تانية يعني ممكن يطلب من حضرتك القرض بس في الحالة دي هيدليك القص وعرفنا ان القرض بيساوي القص على مستخرج جدول اربعة او ممكن يطلب المعدل او عدد الاقصاد او المدة بالسنوات يبقى هتخرج الجزء بتاع المستخرج برة وتقول له القص على السلفة او على القرض وتبتدي تتعامل من الجداول المالية طيب في بداية حلقتنا لما قلنا اقدر اجيب القص المتساوي باكتر من طريقة قلنا اول حاجة عندي ان عندي القص المتساوي بجيبه من جدوى الاربعة وفي جدوى الاربعة قلت القص بيساوي القرض في مستخرج جدوى الاربعة بس كمان ممكن في الامتحان او في مسائل الكتاب يدي لك معدل غير موجود بالجداول المالية يقولي مثلا 7.2 من 10% سنويا 9.1 من 10% سنويا 11.3 من 10% سنويا هنا لو المعدل غير موجود بالجدول لو المعدل غير موجود بالجداول المليئة او عدد الاقصاد او المدة مش موجودة هنا ايه اللي هيحصل على طول تستخدم قانون الالة الحزبة او الرمز الرياضي اللي احنا اتعاملنا به في بداية الحلقة لما كنا بنسبت ان جملة القرد بيتساوي جملة او كنا بنقول جملة القرد بيتساوي جملة الاقصاد وطلعنا منها الطه بيتساوي القرد في مستخلق جدوى الاربعة تب نكتب القانون تاني عشان نفكره لحضراتكم لو المعدل غير موجود في الجدول اقول له اقدر اجيب القص المتساوي بيتساوي القرد في بدل ما هقول مستخلق جدوى الاربعة هقول له واحد وعين من مية السنون في عين من مية على واحد وعين من مية السنون الكلام ده ناقص واحد يبقى من كلام حضرتك يا مستر احنا استفدنا حاجة مهمة جدا ان واحد على دال نون بمعدل عين اللي هي كنا بنسميها مستخلق جدوى الاربعة دي هي هي واحد وعين السنون في عين من مية على واحد وعين السنون ناقص واحد القيمة دي هي هيها القيمة ده يبقى انت ما عملتش اي حاجة غير انك بدل قيمة الجدول بالقيمة ده وهنبتدي نحسبها بالآلة الحزبة يبقى دي هنحسبها بايه بالآلة الحزبة خد بالك سواء جبت بالطريقة دي او جبت بالطريقة دي الاتنين صحة ما عنديش مشكلة ولكن دايما لو المعدل معاك وعدد الاقصاط معاك الاسهل لك احنا بنحاول نكون نحل بالطرق الاسهل الاسهل لك هي الجدول المالية ليه انت خلاص عرفت الجدول المالية تحت العين من مية وقدام عدد الاقصاط اولون من السنوات بجيب طول وعرض واخد التقطع بتاعهم في جدول الاربعة واخدها بضربها في الكارد خلصت جبت القص اما انك تقعد تشتغل كتير بالآلة الحزبة يعني انا انا ما بفضلش ده لان بعضنا ما عندوش مهارة الشغل على الآلة الحزبة كويس الا اذا كان مدرب عليها وطبعا يجب ان انت اتضرب نفسك على الآلة الحزبة كتير جدا جدا فنشوف برضو تمرين على موضوع القص المتساوي ولكن هنجيب القص هنا بالآلة الحزبة شوف معايا كده التمرين بيقول ايه بيقول لي كارد ستين الف جنيه كارد ستين الف جنيه يسدد على عشر اقصات سنوية متساوية من الاصل والفوائد معنا خد بالك العشر اقصات نصف سنوية عشر اقصات نصف سنوية متساوية من الاصل والفوائد معنا بمعدل فايدة سبعة واثنين من عشرة في المية كل ست شهور كل ست شهور طيب سامع طالب بيقول لي احنا هنعدل عشان دي اقصات نصف سنوية قلتلك سؤال هو انا قلتلك سنوات ولا اقصات تقول لي انت هديتني عدد الاقصات يبقى مفيش تعديل يبقى مفيش تعديل التعديل بيتم امتى لما اديلك سنوات انما هنا اقصات انا بقولك ان دي عشر اقصات نصف سنوية يبقى انا ما قلتلكش ان دي عشر سنوات دي عشر اقصات يبقى كانت المدة خمسة والقصط بيدفع نصف سنة ومرتين يبقى دول عشر اقصات يبقى انا هنا جبتلك عدد الاقصات جاهز مباشرة من الاصل والفايد معا بفايدة مركبة معدلها سبعة واثنين من عشرة في المية عن كل ست شهور اوجد مقدار القصط المتساوش خد بالك هنا بعض الناس عايزة تحل بالطريقة السهلة الجميلة بتاعتنا وابتدى يمسك الجداول المالية يدور على سبعة واثنين من عشرة ملقاش طيب هنا انا عندي مشكلة عندي مشكلة المعدل غير موجود انا مسكت الجداول المالية كده بدور على السبعة واثنين من عشرة مش لاقش لقيت سبعة ونصف وبعد ايه تمانية يعني ما فيه السبعة واثنين من عشرة وقابليهم كان سبعة السبعة واثنين من عشرة فين مش موجود يبقى ده المعدل سبعة واثنين من عشرة ده مش موجود معنا ايه الحل اقولك ما عنديش مشكلة خالص احنا خلاص بقينا شطار وعارفين ان اللي ما يتحلش بالجداول المالية يتحل بالقالة الحزبة وعارفين وحافظين قانون المستخرج جداول الرابع وقانون القالة الحزبة تعالي طلع معي المحتوى كده واحدة واحدة بيقول لي قرد ستين الف جنيه يبقى دي القرد بكام بستين الف جنيه يسدد على عشر اقصاد يبقى النون هنا عدد الاقصاد النون بعشر اقصاد خد بالك المعدل كان بسبعة واتنين من عشرة في المية كل ست شهور ايه اللي مطلوب مني مطلوب مني القص المتساوي طيب عايز افكرك كده بالقانون تاني مع ان انتو اللي هتقولو قابلي بقى خلاص اهو بيقولي القص المتساوي طه بيساوي القرد في واحد وعين من مية قص نون في عين من مية على واحد وعين من مية قص نون ناقص واحد برافو عليك طيب اول حاجة هعملها ايه تعال انطبق الكلام ده بالحاجات اللي موجودة معنا يبقى القص هتساوي القرد ستين الف فيه شرطة الكسر بتاعتنا واحد وعين المعدل كان كام سبعة واتنين سمع طالب الشاطر قوي مركز معنا على قناة مصر التعليم الفني من اول حلقة الرياضة قالي ده المعدل ده سبعة واتنين من عشرة اقل من عشرة لازم احط له صفر هنا برافو عليك تحياتي قص النون بكام بعشر تقصات فيه المعدل باتنين وسبعين من الف صح برافو عليك جدا على واحد علامة سبعة اتنين قص عشرة ناقص واحد وهنا القلات الحديثة بتجيب الكلام ده كله خطوة واحدة يبقى تقولي ستين الف في شرطة كسر واحد علامة سبعة اتنين قص عشرة انزل سهم يمين واضرب فيه علامة سبعة اتنين وتنزل تحت بالسهم وتقولي واحد علامة سبعة اتنين الكل قص عشرة وانزل سهم وقول ناقص واحد واطلع على الجنب وقول يساوي يبقى كده الدنيا معك تطلع بمنتهى منتهى البساطة يطلع القيمة بتاعتك على طول القص بتاعنا زي ما قلنا هيطلع معانا بثمان تلاف ستمية واحد وعشرين علامة تمانية من عشر دي كانت قيمة القص وبكده قدرنا نحسب القص المتساوي بمستخرج جدول الرابع وقدرنا نحسب القص المتساوي بالقالة الحزبة عن طريق القانون القص بيساوي الف فيه شرط تكسر واحد وعين من مية والسنون فيه عين من مية على واحد وعين من مية والسنون ناقص واحد وقدرنا كمان نحسب العوامل بتاعت القانون ازاي يجيب القرض ازاي يجيب المعدل ازاي يجيب عدد الاقصاط ازاي يجيب المدة بالسنوات ودي مهمة جدا لان المدة بالسنوات غير عدد الاقصاط او بيتساوف حالة واحدة لان يكون الاقصر سنوي واكدنا مع بعض على معلومة ان هو لو ادك قص عدد اقصاط ولا عدد سنوات بتفرق معك كتير جدا في التمرين وخد بالك لو مدي لك المعدل وعدد الاقصاط على طول استخدم مستخرج جدور الرابع بطريقة اسهل لك انت مش هتطلخبط ومش هتحتاج تكتب كتير على الالة الحزبة اتمنى ان نكون قدرنا نغطي الجزء ده وقدرنا نقربكم من النجاح بخطوات على شاشة مصر للتعليم الفني وان شاء الله التقي بكم على خير في حلقات جديدة من حلقات مادة الرياضة المالية الى اللقاء